السلام عليكم و مرحبا بكم و مرحبا بكم و مرحبا بكم في قناتي سوف نشارك معكم وصفة الكوكيز نجد المقادر سوف نحتاج 175 جرام الطقيق البيض 125 جرام السكر البني 75 جرام الزبدة حرارة المطبخ بيضاء سكر الفاني قبصة الملحة ممسوحة الخميرة الحلوة 15 جرام الكوكو 100 جرام حبيبة الشكلات قبصة الملحة نضيف سكر البني مع الزبدة نضيف سكر الفاني و نضيف جميع العناصر نضيف البيضاء كاملة و نستمر في التطرب نضيف الملحة الخميرة و نضيفهم تدريجيا نضيف جوز الهند كوكو و حبيبة الشكلات و نكمل في التطرب حتى نحصل على كورة من العجين و نقوم بإفعادة و نضيف عجين و نضيف معكو من العجين و نحصل على البيضاء و نضيف الكونجلاتور من بعد نصف ساعة نخرج العجينة من الكنجيلاتور ونقطعها شرائح سنتيمتر كل شريحة نجمعها من الجناب غير بالاصابع لان العجينة مجمدة ومن يمكن نقطعها كالتفرسة شوية نضعها في صينيه اللي ستدخل الفران من الاحسن تكون مغطيه بالبابياش الفاريزي ورق الزبدة وندخلهم الفرن مسخن مسبقا على 180 درجه مدة 10 الى 12 دقيقة من فوتوهاش باش ما يقصحوش الكوكيز وهذا هو شكل الكوكيز من بعد ما خرجته من الفران تكون هشيش متحيدوش من الصينيه من الاحسن تخليوه خمسة حتى العشرة دقائق يرتاح وهذا هو الكوكيز صراحة كي جرائع لا في المنظر ولا في المذاق ننصحكم تجربوه كانت مننا سنة دراسية وعملية سعيدة للجميع وكانت مننا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ويكون خفيفة على قلوبكم نقول لكم الى الملتقي ان شاء الله مع فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة